السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير النهاردة احنا في فيديو جديد مع بعض وده الفيديو طبعا اتبقى عليه الفيديو اللي ابده على طول اننا ان شاء الله النهاردة هصور معاكم بقى ايه جولة في مبخ ماما طبعا بس انا بصور لكم دلوقتي ساعة خطبة الجمعة فعشان كده الصوت برا طلع قوي شوية لان احنا ما شاء الله البيت هنا جنبه جمعين من جنبين فعشان كده الصوت عليه شوية تمام ايه يعني مرحقتش طبعا بقى صور لكم بعد الجدل وكده قلت مش ضامنا والله جايز اروح وكده فقلت بس اما صور لكم انا عندها الوقت الجولة دي اول حاجة كده ما هنخش من باب المطبخ هي حط هنا كده الغسلة هنا في الجنب على طول زي ما احنا شايفين كده وهنا طبعا التيربو هنا طبعا الكارتورة دي مثلا هي حطها حط فيها حاجات كتير زي ما تستخدمها في المطبخ وهنا حطى التيربو وهنا طبعا جنبه هنا برضو ريطباء بلاستيك بتاعتها متقداش تستغنى عنها طبعا من كده والتلاجة هي طبعا احنا نضفناه في الفيديو اللي قبل ده على طول نضفناها من برة لان انا صراحة عملت معاكوا قبل كده نضيف التلاجة هنا عند ماما كزا مرة من داخل في فيديوهات قديمة يعني وكده تمام هي تلاجتها تشيبة ايه وهنا طبعا هي كان الغسالة وهنا الباب الشقة باب المطبخ هنا طبعا بقى اا الارض بتاعت المطبخ ايه انا احنا شايفين كده هنا طبعا بقى هنخش بقى ايه البتاجاز هنا طبعا ما هو كايش عايزة تصور للمطبخ مخصصة عشان ببتاجاز ايه البتاجاز بتاعه اديب بقى وابقى فيه تارياء والكلام من دار تالا محدش هيقولك حاجة ان شاء الله هنا طبعا ده الرف بتاع البهارات بتاعتها ده بقى الورق اللي احنا عملناه بنات مع بعض شايفين مشاء الله بجد طلع تحفة تحفة بجد انا عملت لها بجد بطريقة حلوة قوي كمعين ايه احسن حاجة كمان عشان تعملي الورق ومايفكش معاك خالص ويبقى حلوة قوي قوي انا عملت لها كده يدوب بس لما انتش اكمس هنعمود ده كده من فوق بقيت اقص الورق الليها الشفافة اللي من اخو الظاهر دي اللي عليها رسمة المربعات عملتها من وراء وبقيت ارزل بقيت الفخ زي ما هو وجيت برضو على الحتة اللي تحت قمت ايه بقى قمت ايه عاملة برضو الورق فيها من تحت تمام يعني ملزوق من تحت وملزوق من فوق والطبقة دي كلها كده حوالين طبعا المطبخ عاملة يعني كل ده الورق البيض اللي تحت موجود تمام شايفين مجد ما شاء الله عليه شاكم لتحصل وعملت لها كمان المصورة بتاعتها لغاز يا عناس كتير قوي تقول لي بلاش مصورة لغاز وكده بس احنا بنعملها يعني للصراحة من زمان والحمد لله كويسة تمام اهو شايفين عملت لها كل الحمد لله بصي احسن حاجة مسلا لو انت هتعمل الورق ده ومسلا الرسم هنا زي ما احنا شايفين بطول يبقى لازم انت خلي كل الحتة بطولة تمام وهي برضو كمان كتت عايزة نعمل لها قطاري الشباك عملت لها برضو قطاري الشباك ده شايفين عملته برضو بطريقة حلوة هو بحيث طبعا الزيوت كده وهي ما شاء الله عطر راحبها غطيته بقماشة وكده عشان ايه برضو زيوت كده انا كان نفسي برضو عمل لها صراحة الشباك بس عمتا مالحقناش نعمله لان الحتة دي اخدت مننا بقرتين بالزبط الحتة دي اخدت مننا بقرتين اللي هي البقرة اللي كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات البقرة من دي حوالي عشر لا مش فاكرة والله كمية عمتا ان كانت عامل 65 جنيه البقرة وعملت لها من 60 جنيه وعملت لها هنا كمان الباب دا بتاع الضرفة دي هي جاءتعايздها برضو يعمله عشان طبعا هو هنا برضو جنب البوتاجزة على طول فقلتلي اعملهوا لي كده تمام وهنا برضو الكورسة دا عملته لها برضو كتهم بتحطها عشان مسلا او حط هكدة اشاجة في الفرن في البوتاجزة او كده فبتقعد علي فقلتلي اعملهوا لي برضو فطبعا البقرة دي كدت خلصت فعملته لها بورق بتاع الرخامة ده ده كان لسه عندنا الورق ده فعملت تغلع بها ايه طلح حلو جدا برضو هنا عالكرسي طلح حلو جدا زي ما احنا شايفين كده وزي ما احنا شايفين كده شكل رخامة من بعيد طلعت حلوة جدا والورق ده على فكه بيطلع بالصورة زي ما كنتم مورياكو طبعا في الفيديو اللي قبل ده على طول الفيديو اللي قبل ده هو اللي فيه شرح التفصيل كل حاجة تمام انا طبعا برضو زي ما قلتلكو في الفيديو اللي فات ان انا عمرت غسرت المطبخ كله مش فيه حاجة يعني ولا كانت اللي فوق دي مسلا مصافي اا دي اللي هي لزبونشات وحاجات من دي كانت مما لسه شريعة جديد برضو ودي كياس برضو كانت لسه مما شريعة لها كياس التلاجة هنا بقى يعني اللي متو شايفين من حاجات العادية بقى اللي هي البرطمانات برطمان شعرية لحاجات دي كلها يعني حاجات عادية والمبشرة كلام ده كله راح نستخدمه في مطبخ على طول يعني اول باول تمام هنا برضو دي اللي هي بداخل تلاتة الاشياء بتاعتها تمام يعني يقول لها طبعا حاجات عادية وطبعا عشان تحب تعمل المنبخ بتاعك يعني يومها يستحفر مسلا الصراحة بقاش فيه طبيخ كتير او بصلا طبختي وخلصت بدل بقى اول تصارف المنبخ مع نفسك عشان ايه يسعف معاك في الوقت ودي فوق برضو الطرفة اللي هي التالتة تمام هنا بقى المنخل هنا برضو حاجات برضو بتبقى شريعة مما وكده بتاعت المنبخ يعني الحاجات مش هتستخدمها الوقت بتحطها فوق وتحت مسلا استخدامات العادية بقى بتاعت على طول تمام وطبعا برضو من فوق المنبخ طبعا على اللام بارح برضو بالليل زي ما قلت بالفيديو اللي فات اهو من هنا حاطتي الورق ده كده شايفين يعني مرضيش طبعا احط ورق من ده هتبقى طبعا تخليفة لو انت هتحط فوق هنا وعامات الهو قسان السلاميت بتاعمها زمانتو شايفين حلوة جدا والله بس هي بتحب الجزء بتاع الشباك ده عشان طبعا البتجاز والزيوت وكده فطبعا برضو عشان السقف مفيش هنا مش متبلط فعشان كده شايفين بقى مقصاري زيوت والكلام ده بتعمل فيه طبعا مكان السلوطب والازق ما كنت بلزق قبل كده برضو في مراحل قبل كده فببقى عامل كده تمام هنا طبعا برضو الدرفة من تحت اه برضو كنت غسل المطبخ كله هي استراحة استراحة ماما ديها في المطبخ عامة على طول يعني انا عملته كان نضيفه زي الفل لان هي ادافية على طول المشكلة بس طبعا في الضرف ودي كيت واقع من ماما قبل كده اه بتقول لي برضو كيف بتخسلها وكده برضو بالسلكة فلقيتها اتخرعت منها اتخرعت من الفتحة اللي تحت دي فعامتا يلا بقى حصل خير اهم حاجات طبعا الحمد للان المطبخ يعني المطبخ طبعا مش بحاجات اللي فيه المطبخ عامتا دي مرح بالليل برضو غسلناها مع بعض انا وماما مبرح فعشان كده بقى ايه اسعف معنا في الوقت يعني ان تبقى حكل حاجة معاك في المطبخ زي الفل وغسلنا الحيطان مع بعض وتقوم البغارات والكلام ده كله كانت ماما برضو عاملا من فترة فعشان كده ما عملناه اش تاني فكمان برضو زي ما قلتلكم بقى ان شاء الله ده ورق بتاعي الشباك ده انا سبنا معانا قطعة صغيرة من الورق ده وماما اخدتها معاها عشان بازن الله نجيب ايه نفس الورق ده كمان نحطه تاني اه هو طبعا بقى مجرد بقى انت مسلا بتفتحي الشباك مع المسلا في المطر والشتاء والشمس وكده بيبوزوا ساعات برضو مام تيجي تشد الشباك فبت ايه ما بتحبش تشد الشباك من برا كاف شكل اديها دخلت فينا وحضر الله المقتوة في الشايفين الضرفة دي انا كنت عام دهولها والله الشباك ممكن من سنة بشايفين ما شاء الله زي الفل اهم فيش في اي حاجة خالص اهو الكلام ده اممكن من سنة بالذات كنت عاملها دفتاني الشباك دول حتى هيقيت له هو نضيفه كده والله بس بمشكلة بس في ايه بقى الحتة اللي تقطعت دي بس عمتا هو نضيفه زي الفل وطبعا دي برضو كنت عاملها معاها قبل كده بس يبقى بتغسل البرتبونات على طول يعني كده برضو فعشان كده هينضيفه زي الفل تمان بجد المطبخ شايفين اللي عجبني كمان في الورق الابياد ده اا ان هو بيدي نور للمطبخ يعني شو انا صور لكم كامل على بعيد شايفين ما شاء الله مدي نور كده والورق اللي في الجنب دي كانت موجودة قبل كده والانها هنضيفه برضو فهم ايه ليس ديها متشلهاش شايفين بقى مدي نور ازاي ووسع يعني هو الحمدلله ماما اتعامنا النبخ بتاعها بامبه البقاطة هي بتاعتها بامبه فابيت كده اا فتحه وحلوه فعشان كده برضو ماما ايه المرة دي انا عايز اجيب وخليه فاتح مش عايز اشايف شوفت بقى في الفيديو اللي فاته مكان احمر غامق كده كان كان الصلاحة برضو مضلم الدنيا بخلي الدنيا غامقه انما باما بيكون معاكي فاتح وكده بجد بينور الدنيا خالص ازاي خلى الدنيا زي الفول خالص وكمان بقى حاب اقول لكم على فكرة حلوة قوي قوي انت ممكن الصراحة متحطيش على السيراميك حاجة لو انت مش حابة تحطي وتجيب بقرة التول السريتش انا قلت لها على الفكرة دي بس هي قالت لا انا بحب الورق ده اكتر ممكن بقى تجيب بقرة التول السريتش وتحطي كده بقى داير ما يدور مسلا حوالين بس الحفاة بتاعت البوتجاز وكل فترات شنية يعني بقرة التول السريتش دي في بقرة عامل عشرة جنيه معاكي يعني مش هتكلفك حاجة لو انت بس عم مش عايزة تجيب الورق ده والمستغلية وكده فكرة بقرة التول السريتش دي حلوة جدا ومش غالي ومش هتكلفك حاجة زي ما قلت لها غير عشرة جنيه بس فا وتقدرت شليها على طول وتحطي في الفترة اللي تعجبك وممكن تسبتيها طبعا بمية تحتها او با او بلزق طبعا لو انت حابة تعملي تمام انما دا بيكون حالوته انه هو في لزق منه فيه فيه الناس بتجيب طبعا ده كمال لقوض النوم وقوض الاطفال في الصالة زي طبعا ما تحبوا اتمنى طبعا الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم ما تنسوش بقى اهم حاجة عايزة اقول لكم عليها انا مستدهي ماما تخرج من المبخ من الساعات عشان اقول لكم عليها حطوا لايقات للفيديو ده كتير قوي 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 عشان ماما ما تساعلش ماما جاتش عايزة انا صور خلص في المنبخ المرة دي بس نقلتها لقى ان شاء الله يطلع حاله ومحدش هيزعالك ولا حد يقولك حاجة خلص فعشان كده ما تنسوش اللايكات يا بنات لايك 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 للفيديو عشان ماما تخلين اصور عندها بعد كده تمام اتمنى ان شاء الله الفيديو بتاعنا هذا يكون عجبكم بتشتنين ان شاء الله على خير واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة وان شاء الله بقى نرجع تاني البيت عندي هناك ساولوكم بقى من هناك الفترة الجاية واشوفكم على خير ومع السلامة